غدم مؤمن زكريا وهادي سعد سمير واحد واحد كاميرا الحياة اليوم وكاميرا الملاعب اليوم وكاميرا القناة الحياة موجودة دقيقة بديئة داخل معسكر نادي الاهلي وداخل معسكر نادي الزمالك تخطية دايما وابدا مش هتلوها غير عندنا عايز اقولوكو كلمتين قالوا من الحياة اسلام صادق وكلمنا فيهم انا يعني بختلف في حتة اسلام الحياة من الشخصات اللي انا بعزها وحبها جدا ولكن ادارة ناديين عندهم دايما اختلاف في حتة معينة خلاص زمن محاسبة الجمهور جماعي انتهت هم عايزين يحاسبه اللي يغلط يعاقب فعشان كده النهاردة جمهور الزمالك عمل موقف مع احمد مرتضاء عمل موقف مع حد اسلامي اللي يقول الحياة انا مش هناك انا مش عارف فما فيش مشكلة خلاص يعني الحديث يبقى على جمهور نادي الزمالك جمهور نادي الاهلي هشام العمري مبارح بيتكلم ان هو على علاقة معهم كاملة وتم في التزام غير طبيعي هو بيوفر لهم الدخول في ترتيب هناك مع السفارة الامور على ما يرام بشكل كبير جدا وشكل اكتر من رائع ده اللي عايزين نقوله عايزين نقوله بقى عايزين نقوله ان احنا دخلين على يومين مهمين جدا النهاردة الاهلي بيلعب ولا الانهاردة سفير الكرة المصرية انا النهاردة فيه عنوين كتير ومواضيع كتير ممكن اخش بيها واحمد الشيخ وكواليس وكسس ومواضيع وحواديت وبتاع لا ده النهاردة مش موضوع ما احنا النهاردة احمر احنا النهاردة النادي الاهلي احنا النهاردة وراء النادي الاهلي نجل احمد الشيخ شوية هنتكلم فيه احمد الشيخ دلوقتي موضوعه في لجنة التظلمات مع مجموعة مستشارين مصر المحترمين خلاص ارجو من اضاءة الاهلي والزمالك الصمت قليلا بس ومن مسؤولي اتحاد الكور الصمت قليلا الهدوء قليلا يا فندم اي مسؤول في اتحاد الكور او الاهلي والزمالك ما يتكلمش عن الموضوع ده يومين ثلاثة نخلص بس الاهلي والزمالك ما نطلعش بس نسخا ونعتارد مكالم الموضوع دلوقتي في يد مستشارين النادي الاهلي قدم تظلم لجنة التظلمات ونادي الزمالك قدم تنازل والموضوع في لجنة التظلمات والمستشار مرتضى منصور والمهندس محمود طهر كلاهما يكن كل احترام لمستشارين مصر المحترمين خلاص خلص الموضوع لا مرتضى منصور يتكلم ولا محمود طهر ولا جمال علام مع كل طبعا الاحتفاظ بالالقام موضوع هدوء هدوء اه انا شايف ان عبر المواقع هناك يعني اشتعال ما بين جمهور النادي الاهلي واشتعال ما بين جمهور النادي الزمالك وتسخين من هنا وتسخين من هنا وحد يقول هنا الفارس انتصر وهنا الفارس الأحمر انتصر وهنا الفارس الأبيض انتصر ماشي ارجو الهدوء الموضوع جماعة مش خناء الموضوع مش خناء الموضوع خناء اختلاف في وجهات النظر في الاوايح يفصل فيها لجنة التظلمات يفصل فيها الاتحاد الدولي النادي الاهلي مؤسسة كبيرة وعظيمة أكيد عارفة بعد كده طريقها وحتسلك القنوات الشرعية إحنا النهاردة مش هنتكلم في الموضوع ده إحنا هنتكلم النهاردة في النادي الاهلي إحنا كلنا النهاردة ورا النادي الاهلي إحنا يوم التلات كلنا ورا منتخب مصر منتخب مصر النهاردة هيبدأ الساعة اللقاء تشاد عنده تلاتة بونت ساعة المؤهلة الكاسلون الأفريقية عايزين نروح كاس عالم عايزين حاجات كتير جدا أحمد الشيخ أنا مش حاعد أقول زي العالمين يا أحمد الشيخ اللي نقعد نتكلم عليه إيه قصة لا ولد فوق دماغنا من فوقه شخصية محترمة ولد مؤدب وكل حاجة مضى النادي مضى الاتنين مضى التسعة مش بنتكلم في كده الوقتي الموضوع دلوقتي مشكلة خلافات على ورق أحمد الشيخ طلع معايا الولد على الهوى أه كابتن أنا مضيت على ندية ده في تهوئيت وده في تهوئيت وأنا عارف وحالة النفسية وابتاع مفيش مشاكل النهاردة الزمالك يبحث عن صغرات الأهل يبحث عن صغرات الاتحاد قدام ورق كل ده دلوقتي في لجنة تظلمات خلاص رأفا يعني رحمة بالبلد ورحمة بالوضع الرياضي والشارع الرياضي فالأمور النهاردة إحنا النهاردة أحمر إحنا النهاردة ورى نادي الأهلي أيوة طالع النهاردة بتكلم عن نادي الأهلي وبتكلم وإحنا في ظهر النادي الأهلي إحنا النهاردة في ظهر النادي الأهلي مصر كلها النهاردة في ظهر النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي النادي النهاردة إن شاء الله يكسب وبكرة هنقلب أبيض كلنا بكرة في ظهر النادي الزمالك ومعسكر النادي الزمالك وإشادة بالعيمة النادي الزمالك عشان النادي الزمالك أتالي كونفدرالية علشان النهاردة ماتش المنتخب علشان حاجات كتير قوي علشان حاجات كتير قوي حاب في الموضوع ده لان مش عايز اتكلم عن الموضوع ده خلص دلوقتي لان انا مركز النهاردة احمر ابيض اهلي زمالك دخول وزير الشباب والرادة في الموضوع وناس تقولك مالوش كبير بيشيله كبير فين وزير الشباب والرادة ما يخش في القصة ما يخش في الموضوع وقت بتتفرج ليه ايه الضعف ده شده وخش دوس خد قرارات حل اتحاد القرى ده ومشيه مشي النادي الاهلي حلو مشي الزمالك ومشي مرتبع منصوق اللي بيقولي الكلام ده انا عايز اشترح له حاجة البلد قام فيها ثورة من الظلم وباقي دولة مؤسسات يعني ايه الكلام الكبير اللي احنا بنقوله ده اللي هو محدش فهمه ولا انا اصلا بفهمه في البرامج السياسية اقول لكم بلدي كده عشان ناس تفهمني كنا زمان زمان الاهلي يخسر ماتش تقيل شوية او يحصل مشكلة مسؤول كبير يرفع على رئيس نادي الاهلي اوعى رئيس اتحاد القورة كابسامير او لا اي حد عشان محدش يعني يقولك مسيك اوعى الزمالك او لا اي حاجة حل المجلس فتيجي تقوله بس انا محدش يقدر يمشينا اتحاد دولي وجماعة ومية وبتاع قدم استقالة ومسؤول كبير يكلمك قدم استقالة شكرا تكع الله اه كان زمان اه كان زمان بس دلوقتي لأ دلوقتي احنا بلد قانون دلوقتي احنا بلد مؤسسات احنا دولة مؤسسات لان النهاردة حد كبير بيدخل ولا وزير النهاردة بيلو ادراح حد وزير النهاردة بيكتقد ويحاول بخش النهاردة لوجود مشكلة وجود مشكلة النهاردة بين الاهلي بين الزمالك بتحدي القورة شكك انت ان اللوايح غلط ممكن اجيبك نقشني في اللوايح نقشني في المادة دي انا مجرد اخش وسيط اروح النهاردة للاهلي اروح النهاردة للزمالك اخش النهاردة اشرف ماليا تلي عندك مشكلة مالية حلك مالياً أحاولك للنيابة فيش مشكلة غير كده مقدرش أمدي يدي مقدرش أمشيك الجامعية العمومية جابتك وتمشيك الجامعية العمومية جابت مرتضى منصور وجابت محمود طاهر وجابت جمال علام والجامعية العمومية هي اللي تمشيهم ومش وزير الشباب الراضي هو فاهم كده كويس هو فاهم دوره كويس هو بيتشتل وبتقال عليه ضعيف مش قادر بس هو فاهم ان هو رايح في دولة مؤسسات هو رايح في كده كابتن طهر أبوزيد أخذ قرار بحل مجلس دارة نادي الأهلي رجع بعد نص ساعة نص ساعة مفيش لأنه مش رجع عشان الباور وعشان ده نادي الأهلي أو ده نادي الزماء لا رجع عشان حد اتدخل قال ساكل لومبي هيرجع من بره بكرة هيرجع من بره ماينفعش كده انفعش اتدخل انت مصر انت مش بلد أفريقية حاجة كده يقفو لك نشاطك انت رايح في عتة تانية بالرياضة انت رايح باستقلالية الرياضة اللي بالنادي عليها فلعايز الناس تبقى فهمة ده مش دورك لا يعرف في يعمله ولا عمره حيعمله ولا يقدر يعمله عشان وزيد شابه الرياضة ما ندخلوش الموضوع جنبوا من الخناءة دي اللهم بلغت اللهم فأنا بحاول أشرح بس للناس ولكن النهار ده زي ما قلت لكم كلنا ورا النادي الأهلي وبكرة كلنا ورا نزة مالك ويوم التلات كلنا ورا منتخب مصر فأول استعداداته فاصل نرغال لكم تي